كم هو سهل الحصول على أسلحة أمريكية عالية التقنية وكيف أدت التحالفات المضطربة إلى وصول هذه الأسلحة الحساسة إلى أيذن على علاقة بالإيرانيين والقاعدة كان هذا ملخص التحقيق الذي نشرته شبكة CNN الأمريكية والذي يكشف عن تورط الرياض وأبوظبي في إيصال أسلحة أمريكية للحوثيين والقاعدة في اليمن تحرم اتفاقيات بيع الأسلحة قيام الطرف الثاني بإيصالها إلى طرف ثالث لكن هذا ما حدث في اليمن بحسب التقرير تقول معدة التقرير التي زارت الخطوط الأمامية للمعارك في الحديدة وتعز إنها رأت عربات أمريكية ضخمة بأيدي ميليشيات غير حكومية بل إشارة إلى قوات العمالقة في الساحل الغربي بل إضافة إلى عربات حديثة تتجول في تعز وتتبع أبو العباس المصنف في قوائم الإرهاب الأمريكية والمتهمة بتمويل القاعدة قيادات في ميليشي الحوثي المسلحة أيضا شهدت وهي تركب عربات أمريكية الصنع بحسب التقرير فإن الحوثيين قاموا بنقل التكنولوجيا هذه الأسلحة للإيرانيين شبكة سي إن إن قالت إنها قدمت نتائج التحقيق لوزارة الدفاع الأمريكية والتي ردت بأن شركاءها في الرياض وأبو ظبي قاموا بفتح تحقيق في مزاعم التقرير منظمة العفو الدولية هي الأخرى أصدرت تقريرا حديثا يندد بفوضى السلاح في اليمن المنظمة اتهمت القوات الإماراتية التي تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية بنقل تلك الأسلحة لفصيل في اليمن لا تخضع للمساءلة ومعروفة بارتكاب جرائم حرب بالإشارة للميليشيات الحزام الأمني والنخب الغريب في الأمر هو صمت الحكومة الشرعية إزاء رعاية التحالف لفوضى السلاح في اليمن رغم ما يشكله الأمر من انتهاك قانوني للمعاهدات الدولية بشأن اتفاقيات بيع الأسلحة تسليح التحالف لميليشيات غير قانونية يعد أحد مظاهر انحراف التحالف عن أهدافه في اليمن فضلا عن أن دوره أصبح دراميا بعض الشيء إذ بدأ التحالف تدخله تحت لافتة دعم الشرعية وإنهاء الانقلاب وانتهى به الأمر إلى دعم الميليشيات وإضعاف الشرعية أو هكذا تبدو صورة كما تقدمها التقارير الدولية ترجمة نانسي قنقر